في تقرير سري قدمه لمجلس الأمن عبر بن كيمون الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن قلقه إزاء احتمال أن تكون إيران خرقت حظرا على السلاح بتزويدها حزب الله اللبناني بأسلحة وسواريخ بن كيمون قال في تقريره إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تصريح للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي يشير حسبه إلى نقل أسلحة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية معتبرا أن ذلك يخالف قرار مجلس الأمن الدولي التقرير الثاني النصف سنوي يشير كذلك إلى اتهام من فرنسا بأن شحنة من السلاح ضبطت في شمال المحيط الهندي في مارس الماضي كانت قادمة من إيران ومن المحتمل أنها كانت في طريقها إلى الصومال أو اليمن التقرير قدمه بن كيمون لمجلس الأمن في الثلاثين من دجنبر الماضي قبل أن يخلفه أنتونيو جوتيريس في الأول من يناير الجاري ويأتي هذا التقرير السري قبل أسابيع من تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة وهو الذي هدد بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران أو السعي إلى اتفاق أفضل ورفعت معظم عقوبات الأمم المتحدة قبل عام بموجب اتفاق أبرمته إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من برنامجها النووي غير أن إيران ما تزال تخضع لحظر على السلاح ولقيود أخرى ليست جزءا من الاتفاق النووي ترجمة نانسي قنقر